بصوا بقى يا جماعة بصوا والله العظيم عبارة عن اشطة بتاكلوا اشطة حرفيا طعمه ماشاء الله في منتهى الجمال اصلا شكله يعني مش محتاجة ان انا اتكلم عنه بس انا بحاول اقرب لكم الفكرة زي ما انتوا شايفين بصوا كريمي جدا 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 والله العظيم انا يعني التصوير ظالم بجد الزبادي ظالمها بجد طبعا القشطة طبقة سميكة جدا على الوش زي ما انتوا شايفين بصوا عامل ازاي بصوا كريمة عبارة عن كريمة هينجح معاكم من اول مرة مش محتاج اي خبرة لو طفل صغير او طفلة صغيرة هيعرفوا يعملوا لانه سهل جدا وزي ما قلتلكم مش محتاج مش شرط خلاط هو الخلاط بس بيعمل الرغوة دي الرغوة دي لما بتنزل في كل التواجن او في كل السلاطين بتعمل وش حلو اه لكن تقدروا تعملوه عادي جدا اه بالشوكة زي ما قلتلكم او بالمضرب اللي هو العادي الويسك تمام اه مش محتاج اي حاجة اه ممكن اللي عنده هند بلندر يعمل بيه اللي عنده خلاط انا يعني بما ان الخلاط عندنا كلنا فانا استسهلته وعملته في الخلاط وطبعا الليتر بتاع الخلاط نفسه اه لما باجي او الوعاء يعني بتاع الخلاط السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا رب تكونوا بألف خير وكل سنة وحضراتكم جميعا بألف ألف خير اه النهاردة هنعمل مع بعض الزبادي البيتي البلدي اه وهنعرف أسباب فشل الزبادي لان ناس كتيرة بتقول ان هي مش بتربط معيها ناس بتقول ان هي بتعمل مية او شرش اه على وشها كتير اه يعني في ناس بتفشل معيهم الزبادي هقول لكم على طريقة هتنجح معاكم من اول مرة يعني اه مش محتاجة خبرة ولا محتاجة احترافية ولا محتاجة اي حاجة انا عندي هنا اه لتر من اللبن اللبن ده من عند اللبان لبن كامل الدسم اه لبن جاموسي اه اللبن ده اه بسخنه طبعا بغليه في الاول وبسيبه يهدى لحد ما يوصل لدرجة اه الرضعة بتاعة البيبي يعني شوف انتو لما بتردعوا البيبي بتعملوله الرضعة بتبقى دافية ولا بتبقى سخنة قوي ولا بتبقى اه بردة قوي اه انا محتاجة اللبن بتاعي يبقى بالدرجة دي تمام؟ يعني اه درجة اه الدفايان بتاعة اللبن ما تبقاش سخنة قوي عشان ما تموتليش البكتيريا اللي هي بتاعة الخميرة تمام؟ ولا تبقى بردة لان طبعا البكتيريا مش هتنشط في الحليب اللي هو البارد تمام؟ عندي هنا بقى اه دي علب الزبادي بلدي من عند اللبان او تقدروا كمان تستخدموا الزبادي بتاع الشركات اه وهتطلع النتيجة ورضو اه اكتر من رائعة اهم حاجة انتو لما تستخدموا الزبادي تستخدموها اه بدرجة حرارة المطبخ يعني تبقى طالعة من التلاجة بقالها اه فترة يعني تكون اه يعني دافية او اه يعني ما تبقاش سقع عشان ما تبردليش اللبن وتموت برضو آآ آآ البكتيريا طبعا آآ هي مش هتنشط اصلا يعني اللبن طبعا هيبقى دافي والآآ والخميرة دي هتتحط عليه فهتبرده فمش هينفع برضو آآ البكتيريا آآ تتقاصر وتعمل لنا الزبادي تمام؟ آآ طيب هحتاج قد ايه من الزبادي انا هحتاج معلقة واحدة على لتر اللبن معلقة واحدة كبيرة معلقة الطعام مليانة آآ بصوا بقى لو حطيتوا اكتر من كده اكتر من معلقة الزبادي هيطلع معاكو لازع جدا 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 تمام؟ آآ لو حطيتوا اقل من كده الزبادي مش هيربط فهي معلقة كبيرة مناسبة جدا 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 للتر من اللبن وهيطلع لكو زبادي آآ ما فيهاش اللازعة اللي هي اللي بتضايقك او بتضايقكم آآ ما فيهاش آآ شرش كتير آآ هتطلع زبادي القوام بتاعها كريمي جدا جدا وطعمها مميز قوي طيب اللي انا عملته ايه؟ انا آآ اديت الخليط ده ضربة كده في الخلاط فطلع لي الرغوة دي الرغوة دي طبعا بتاعة الاشتاء تمام؟ آآ في الوقت ده انا بشغل الفرن آآ يدفى بس لحد ما صب بس الخليط في الثلاطين بتاعتي او التواجن بتاعتي تمام؟ آآ هيدفى المدة دقيقة وبعد كده هقفل ما تسخنوش الفرن لان سخنية الفرن هتموت برضو الخميرة وبالتالي الزبادي هيفشل آآ مش هيربط معاكم تمام؟ آآ هنا طبعا آآ زي ما انا قلتلكو ده اللبن بعد ما عمل فوم آآ من الخفق آآ الفوم ده هو عبارة عن الاشتاء هبدأ دلوقتي هجيب التواجن بتاعتي انا هعمل في تواجن فخار تقدروا تعمله في اي حاجة عندكم آآ سواء كبيات بلاستيك سواء آآ آآ سلاطين آآ زجاج عادية آآ آآ أركبال ايا كان اللي هتستخدموه آآ أنا هنا حطته على صانية بس عشان هقدر ادخله الفرن وهبدأ اصب التواجن دي تواجن عادية بردة مش آآ محتاجة تسخين ولا اي حاجة يعني مش بسخنها وحط فيها الخليط لأ هبدأ اقسم آآ آآ الخليط بتاع الزبادي على السلاطين هو عمالي سبعة آآ هما دول تمانية بس هو عمالي سبعة بس آآ السبعة دول عايز اقول لكم انتو هتشترون بمبلغ تقريبا خمسين جنيه آآ أو اكتر كمان آآ على حسب كباية الزبادي ما بتتباع عندكم ازا كانت بستة بسبعة الله اعلم آآ طبعا آآ هنوفر كتير جدا لان كيلو اللبن تقريبا بخمسة وعشرين جنيه وهنستخدم معلقة الزبادي من اي نوع زبادي في الكون تمام؟ آآ انا حطيت التواجن دي على صنية ولا هحط فيها مية مغلية ولا هحط فيها مية سخنة ولا هحط اي حاجة آآ انا هدخلها على طول على الفرن اللي هو ده فيه فقط مايبقاش ساخن عشان مايموتليش البكتيريا بتاعت الزبادي تمام؟ آآ هدخله على الفرن طيب الغرض من الفرن ايه جماعة؟ الغرض هنا من الفرن آآ ان انا احطه في حتة آمنة ما بقاش آآ بحركها آآ كتير لان الزبادي لو اتحركت برضو هتفشل ومش هتربط فلما اجي حط الزبادي في مكان ماينفعش اقعد ابص عليه كل شوية اشوفه رابط ولا ما رابطش لا ماينفعش آآ حطوه وينسوه لمدة تمان ساعات او عشر ساعات انا هنا عملته في الفجر تقريبا الساعة اربعة وآآ كان رابط معايا الساعة اتناشر الظهر انا فتحت عليه اتناشر الظهر وطبعا بدخله التلاجة كم ساعة طبعا لحد السحور عادي هنستحر بي انا كل يوم بعمله في الوقت ده يعني كل يوم الفجر قبل صلاة الفجر كده بروح عاملاه واروح مدخلاه ونسيه بقى لما بقوم آآ من النوم بروح آآ حطاه في التلاجة بطلعه من الفرن وبحطه في التلاجة ده كده بعد ما طلعته من الفرن ده شكله قبل ما دخله التلاجة بصوا يا جماعة الزبادي لما بطلعه من الفرن ما بيبقاش ماسك نفسه الزبادي لو لقته ماسك نفسه انا بشوف فيديوهات كتير الزبادي ماسك نفسه وبيفضلوا يقلبوه كده يقولوا بصوا ما بيتحركش لا لا الزبادي اللي ما بيتحركش ده يا جماعة تعرفوا ان الخميرة بتاعته كتير قوي فخليته ماسك قوي وخليته آآ آآ بقى طعمه لازع تمام الزبادي كل ما بنزود له الخميرة او بنزود له يعني كمية الزبادي نفسها اللبن لما بنزود له كمية الزبادي بيخليه يمسك بسرعة بس بيطلع طعمه لازع جدا 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 ما بيبقاش حلو فانا عن نفسي لما بشتريه انا بشتري بتعامل مع حد بتاع زبادي بشتري منه الزبادي بنفس القوام ده وانا بتاعتي كمان اطعم يعني انا بتاعتي احلى في الطعم الحمد لله طعمها دلع ما طعمهاش ما طعمهاش لازع في زبادي كده تحسوا ان هي بتلزع كده ما تداروش تكلوها نسبة الاحماض فيها اعلى اعلى من الزبادي التانية دي يعني طعمها وقوامها وكل حاجة فيها ممتازة جدا جدا هتجربوها وهتدعولي ان شاء الله تمام هنا طبعا هحتاجة دخلت تلاجة شوية عشان طبعا تتمسك تمام وترطب على القلب كده وتبقى منعشة كده هنا دي بوص الزبادي بقى انا عايز اوريكم شكلها عامل ازاي بعد ما طلعتهم الفرن هنا دي قبل ما تخش التلاجة عاملة وش تخين جدا يعني سميك الوش ده طبعا جي منين جي من الرغوة اللي كانت في الخلاط طبعا اللي ما عندوش خلاط يقدر يعمل الموضوع ده بالمضرب العادي اليدوي او بشوكة تقلبوه بشوكة كويس جدا جدا اهم حاجة معلقة الزبادي تمتازك كويس جدا جدا مع اللبن الدافي دي اهم حاجة عشان ما يبقاش عامل شرش او عامل مية لازم ما يبقاش الفرن طبعا سخن قوي وكمان لازم نقلب الخليط كويس جدا ولازم كمان نتأكد من جودة الخميرة نفسها يعني الزبادي اللي انا هشتريها العلبة اللي انا هشتريها اللي هعمل منها الزبادي بتاعتي لازم اتأكد من جودتها تكون حلوة ما تكونش مخرزة تكون انتاج لسه جديد ما تكونش مثلا حاجة بيتة او كده عشان تطلع علينا نتيجة حلوة بصوا هنا الوش شايفين عامل فقاعة ازاي عامل وش يعني ده لسه كمان لما يخش التلاجة هتتفرجوا على الوش عامل ازاي بصراحة انا كلت سلطانية يعني او كلت طاجن طعمه اكتر من رائع اكتر من رائع هنا طبعا ده بعد ما طلع من التلاجة قاعد له حوالي ايه اه اربع ساعات او خمس ساعات في التلاجة اه بصوا بقى انا هوريكم ونظروا عامل ازاي انتو طبعا يعني انا مش محتاجة اتكلم بصوا هو طبعا مش هيمسك لدرجة ان انا لما قلبه مش هيتقلب لأ الزبادي اللي ما بتتقلبش دي يا جماعة تعرفوا ان هي الخميرة بتاعتها كتيرة جدا وكمان هيبقى طعمها لازع اه اما الزبادي دي الكريمية اللي كلها قشطة اللي هي طعمها كريمة فعلا طعمها كأنك بتاكلوا قشطة حرفيا اه بتبقى الخميرة بتاعتها هي معلقة واحدة بس معلقة واحدة بس على لتر اللبن تمام اه اهم حاجة اللبن برضو تجيبوه من مكان موصوق منه بصوا بقى يا جماعة بصوا والله العظيم عبارة عن قشطة بتاكلوا قشطة حرفيا طعمه ما شاء الله في منتهى الجمال اه اصلا شكله يعني مش محتاجة ان انا اتكلم عنه اه بس انا بحاول اقرب لكم اه اه يعني الفكرة اه زي ما انتو شايفين بصوا كريمي جدا 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 والله العظيم انا يعني التصوير ظالم بجد الزبادي اه ظالمها بجد اه طبعا اه القشطة طبقه سميكة جدا على الوش زي ما انتو شايفين بصوا عامل ازاي بصوا كريمة عبارة عن كريمة اه هينجح معاكم من اول مرة مش محتاج اي خبرة اه اه لو طفل صغير او طفلة صغيرة هيعرفوا يعملوا لانه سهل جدا وزي ما قلتلكم مش محتاج مش شرط خلاط اه هو الخلاط بس بيعمل الرغوة دي الرغوة دي لما بتنزل في كل التواجن او في كل السلاطين بتعمل وش حلو اه لكن تقدروا تعملوه عادي جدا اه بالشوكة زي ما قلتلكم او بالمضرب اللي هو العادي الويسك تمام اه مش محتاج اي حاجة ممكن اللي عنده هند بلندر يعمل بيه اللي عنده خلاط انا يعني بما ان الخلاط عندنا كلنا فانا استسهلته وعملته في الخلاط وطبعا الليتر بتاع الخلاط نفسه اه لما باجي او الوعاء يعني بتاع الخلاط انا بقدر اصب بيه بسهولة لان بيبقى ليه جزء كده بيتصب منه فبيبقى سهل اه غير لما تعملوه في حاجة مثلا ويبقى صعب ان انتوا تصبوا يعني في التواجن تمام اه زي ما انتوا شايفين ده المنظر الاخير اه حلوة جدا جدا جربوها يا جماعة جربوها مش هتندمو اه طعمها اكتر من رائع اه اتمنى يا رب بكون ادار اتفتكوا ولو حد عنده اي سؤال في الام عن الزبادي ايه اللي بيحصل معايا لما بيعملها او فشلت او نجحت معاه يكتب لي ويكتبوا لي كمان تجاربكم اه مع الزبادي البيتي اه في التعليقات هستنى رأيكم هستنى تجربوا الطريقة بتاعتي وتدعووا لي اه ان شاء الله اشوفكم ان شاء الله باذن الله في فيديو جديد وتجربة جديدة وكل سنة وحاضراتكم جميعا بألف خير